موسيقى مساء الخير ما دخل غسان غصن على إضراب إلا وسواه أرضا وفكك مفاعله لتقديمه هدية إلى السلطات واليوم أنزل فوج الاتحاد العمالي برئاسة غصن إلى مؤسسة كهرباء لبنان فأعلن وقوفه إلى جانب المياومين الذين كانوا قد أقفلوا منافذ المؤسسة ومنع الموظفين والإدارة من الدخول ما اضطر الإداريين إلى تقديم اللجوء الكهربائي إلى معمل الذوق الحراري وأعلنوا أن المؤسسة الأم أصبحت محتلة الإداريون لم يعلنوا عن خطة لمقاومة الاحتلال بل قرروا الإخلاء القصري والإعلان من الذوق عن نتائج سلبية ستنجم عن إقفال المؤسسة تقتضي قطاع التيار الكهربائي عن كل لبنان منطلقين من اعتبار أن الكهرباء متوافرة في الأساس ولن تتوضح الصورة بعد عن ربط اعتصام المياومين من قطاع التيار مدام المياومون وجبات الإكراء مهمتهم محصورة بالجباية والتوزيع فقط فيما عمال الكهرباء ما زالوا في معاملهم وهذا ما أكده بيان لجنة المياومين الانقلاب داخل الكهرباء ليس وحيدا على الساحة ويتقدمه الانقلاب السياسي في مدينة صيدة بعدما اختار المستقبل والجماعة طريق الأسير وأصبحوا جميعا قطاع طرق مع اختلاف المهمات الموكلة إلى كل طرف فهناك المنفذ الذي يوازيه مقدم التسهيلات ومطف الشرعية وبوسط اليد المالية وعلى هذا التوصيف عقد رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسام سعد مؤتمرا سحفيا تحدث فيه عن تحالف المستقبل والجماعة الإسلامية الذي شكل غطاء سياسيا لاعتصام الأسير وقال أحبطوا هذا الإضراب بطلب خالجي لعدم فك الاعتصام لا تأثير لحدثي الصيدة والنهر في مجريات الأمور السياسية التي وضعت اليوم أول المداميك الانتخابية على سكة البحث تنفيذا لوعد كان قد قطعه رئيس الجمهورية العماد بشيل سليمان والتزم طرحه على طاولة مجلس الوزراء أول الغيث كان في جلسة اليوم على أن يستكمل نقاش الدوائر غدا في جلسة ثانية لمجلس الوزراء مع التوجه إلى التصويت مادة مادة بحسب توقعات الوكالة المركزية وإذا ما أنجز القانون سلميا أو سليما معافا في مجلس الوزراء يبقى عليه محطة مجلس النواب وبإقراره بأقل الأضرار التسووية الممكنة سيحتسب هذا القانون في المصرف السياسي للرئيس بشيل سليمان لأن بقية الأطراف السياسية لهم لها إذا ما انتخبت على الستين أو ذبحة نسبية على السكين أمنيا وعشية عيد الجيش جاء أمر اليوم للعماد جان قهوجي مفعما بنيات الأمس والغد لبعض القوى المتحمسة لإقامة مناطق عازلة خارجة عن سلطة الدولة قهوجي أعلن أن رده على هذه المساعي سيكون حاسما وفاعلا عبر خطة محكمة ستظهر تباعا على أرض الواقع وفقا لمسار التطورات ويشكل أمر قهوجي أول جدار أمني عازل وميداني لطموح الخارج والداخل بإنشاء مناطق عازلة في شمالي لبنان وهو بذلك أحوط مؤامرة بحجم أمريكا وتركيا وجنب لبنان ضررا محققا ترجمة نانسي قنقر